موسيقى غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة موسيقى ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاقتصاب موسيقى نشرة الاخبار من اكاديمية فوكست الاعلام اهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم امس الى شخصين بينما وصل عدد الجرحى الى ثلاثة وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان شقيقين محمد واسلام ياسين لقيا حتفيهما عندما استهدف صاروخ اسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه اكد الجيش الاسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا الى انه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الاسلام كان يخطط لخطف اسرائيليين في سيناء موسيقى اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون واستعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على امن واستقرار منطقة الخليج وانجاح جهود السلام وصولا الى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط وعلى الصعيد الاقتصادي اعرى بنائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية امريكية ساحة التنزاني احمد خلفان غيلاني اول معتقل في سجن غوان تنامو يمثل امام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الارهاب الموجهة اليه حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 وادانت المحكمة غيلاني البالغة من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط للتدمير او الحاق الضرر بالممتلكات الامريكية باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الاخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتل ويواجه غيلاني الان حكما بالسجن لعشرين عاما على الاقل طلبت ممثلة الدعاء السويدية باحتجاز جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاختصاب وكان مكتب ممثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر ايلول الماضي التحقيق في مزاعم الاختصاب ضد اسانج من جهته وصف اسانج هذه المزاعم بانها لا اساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علما انه كان يسعى الاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الايطالية تلقي القفض على انطونيو لوبيني بعد 14 عاما من فراره اهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الايطالية من القاء القفض على زعيم كبير للمافيا بعد ان ظل هاربا لمدة 14 عاما واعتقلت الشرطة المتهم انطونيو لوبيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوبيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في ايطاليا يعتبر زعيم عائلة كسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما اصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت اول اصابة بمرض انفلونزا الطيور في اقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الاقليم تبلغ من العمر 59 عاما وافاد مسؤولون صحيون بان حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني واعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب الى الدرجة الخطيرة مما يعني ان هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكير باهم العناوين غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاختصاب بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية نشرتنا للمزيد من الاخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس اكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة